السلام عليكم اليوم ستبقى اخر محاضرة في شابتر الكاردياك هنختم بالبريكارديام والبريكارديام يعني امراضه مش كتيرة او حاجات المهمة فيه مش كتيرة فيه اهمهم طبعا الكونستريكتيف بريكارديايتس ديت الاسباب بتاعتها في الاغلب على حسب المكان الشخص ده موجود فيه ممكن تي بي او فيرال بس المستكون دلوقتي انها تبقى سكندري انه دخل عمليات او مثلا ممكن تبقى ديوباسيك او فيرال انفكشن زي ما انت شايف كده في الاكس راي في الاسترونوتومي سوتشيرز معنى كده انه هو عمل اوبين هارت سيرجري و زي ما انت شايف فيه زي كالسيفيكيشنز او سراؤنين الهارت طبعا بيعمل بيبقى بيبقى فيه زي وطبعا بيبقى لو اخذ انهانسمنت هتلاقي البريكارديام بياخد انهانسمنت لانه انفلاميشن بريكارديتس بريكارديال هيبقى اكتر من اربعة ميلي يعني الجمل ديت جات في ام سي كيو ان البريكارديال ثيكنيس اكتر من اربعة ميلي فيه حاجة اسمها ديستوليك سيبتال باونز اللي هي الانتر بيتحرك كويوي باترن يعني الانتر بيتحرك 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 اللي هو نفس الحاجة بس في الام ورقاي السيني اميج اسمها برضو بيتحرك بيتحرك دي اهم او اهم حاجة بتبقى موجودة في بريكارديتس بعد كده البريكارديال وده بيبقى فلاسك شابد هارد زي ما انت شايف كده شبه بوتل اوف ووتر يعني البريكارديال فيوجين برييتال فيبرس لاير او فيسرال سيروس لاير اللي هما اللي هما اللي هما البريكارديام هيبه هو تمام النورمال ابتو خمسين ميلي اكتر من خمسين ميلي اكتر من خمسين ميلي فيوجين الاسباب بتاعته المستكونون كوز يوريميا او بوست انفلاماتوري زي المايوكارديل انفركشن او اللوبس بيبقى فلاسك شيب هارد وبيبقى أوريو كوكي ساين اللي هي في اللاترال شيست فيو لو تفتكروا معانا تقريبا ولناها في السي تي والإكس ري ساينز في اول او تاني محاضرة في الشيست في اللاترال شيست بيبقى في أوريو كوكي ساين اللي هو الفات بتاعت البريكارديم والفات بتاعت الريتروسترنل وما بينهم الفلود اللي هو الإفيوجن بعد كده الكاردياك تامبونات وده هو كومبروميز الفيلينج او ده لو الإفيوجن زاد قوي المهمة ان الريتوف فيلنج is more important than volume of float يعني لو الريتوف فيلنج سريعة طبعا هيحصل كاردياك تامبونات انما لو الريت فيلنج ببطء هيحصل انه هيسيب له فرصة انه يحصل stretch للبريكارديم نفسه ده بيبقى فيه flattened او inversion of interventricular septum towards left ventricle بيبقى فيه اما flattened او inversion towards left ventricle وده هو الساين المهمة للكاردياك تامبونات بريكاردياك تامبونات وديه الكومونست سيست بقى جنب الهارت اللي هي من ناحية الريت كارديوفرينيك سالكس او ريسيس طبعا بتبقى water dynasty الhansfield unit اقل من 10 وT2 طبعا بتبقى hyper intense بتبقى well defined طبعا والاحجام ممكن تبقى كبيرة ممكن تبقى صغيرة اخير حاجة معان الكونجينيتال او acquired absence of precardium والمست common parietal absence of precardium over left atrium and adjacent pulmonary artery يعني ال absence of precardium and left atrium will adjacent pulmonary artery طبعا ال left فيعمل cardiac shifting to the left يعني لو left atrium absent بيبقى الكارد او heart shifting to the left side left atrium appendage most طبعا بيبقى في الحالة ديت بالنوع most at risk of strangulation يعني هي معلومة هي ما تذكرتش كتير بس هي معلومة وبيبقى عندك interposition lung tissue between aorta and pulmonary artery بسبب عدم موجود pericardium في المنطقة ديت المفهوم هو يغطي origin بتاعت pulmonary artery والاورتة ولكن لو مش موجود فبالتالي lung بتخش ما بين الاورتة and pulmonary artery وبكده نكون وخلصنا المحاضرة اللذيذة ديت تماما وان شاء الله باذن الله المحاضرة الجاية طبعا هتبقى اهم محاضرة في الشابتر كله لان هيبقى مجمع فيها وان شاء الله باذن الله قريب هنزلها على القناة وشكرا لكم